دكتور جعجع مساء الخير مساء النور دكتور جعجع فينا نقل لك مبروك هلأ هو تقريبا النتائج خلصت بس صراحة مش إلي فيك تقول مبروك لمين فيك تقول مبروك للكورة للبنان إلك مثلا نعم نعم دكتور جعجع شو تعليقك على هذه النتائج وليش بدك تقول مبروك للكورة يعني هذه المعركة خطوها على أساس هي معركة ضد بشار الأسد معركة لأن تكون الكورة لبنانية يعني هل تعتقد اليوم الكورة بهذا الفارق مش كبير من الأصوات قالت لا لبشار الأسد ونعم لأن تكون الكورة لبنانية مئة بالمئة مش كبير من فارق مش كبير ما من من رأيك السيد مرسيل ألف وأربعمائة صوت تقريبا الفارق بتصور هيدا هو شوية بالطالع أو شوية بالنازل على خمسة وعشرين ألف مقترع يعني فارق لا بأس به خليني أقول هاي نعم هلأ هلأ ابتداع من هاللحظة أنا بعتبر يعني كل الصراع السياسي اللي دار كل الصراع الانتخابي بآخر ثلاث أربع أسابيع انتهى نحن مش بكرا يوم جديد من هاللحظة يوم جديد بما يتعلق بالكورة بالأخص بالكورة لأنه المعركة كانت عم بتصير الانتخابية على أرض الكورة هلأ بما يتعلق بالصراع السياسي لا صراع سياسي كبير ومستمر وقت لطرحنا أنه الكورة لبشار الأسد نحن نعني ما نقول وهون يعني مش عم نجرب نحط على الفريق الآخر أو نوصفه بشكل غير واقعي انطلاقا من علاقاته السياسية حتى هم بيستحفية كلنا بنعرف آخر عشرات من السنوات الحزب السوري القومي الاجتماعي مش بمعناه التاريخي ولا بمعناه الفكري ولا بمعناه الفلسفي بمعناه الحزب الدي صار على علاقة تما أقول كلام أكتر من هك على علاقة على التصاق تام مش بالإدارة السورية يرات بأجهزة المخابرات السورية وبالتالي طبعا نحن نعتبر أنه انتصار كان مرشح الحزب القومي السوري مع احترامي إلي وتأديري إليه كشخص مظبوط ولا إنسانيته ولا خدماته بالكورة بس ما بيمنع بمجرد كونه بالحزب السوري قومي الاجتماعي بطبعته الحالية مش بالطبعة السعادية يلي منعرفها من خلال الكتب لكننا منعتبره صراحة انتصار للنظام السوري اللي رايح من هزيمة لهزيمة بسوريا كان بيكون انتصار له بالكورة هذه النتيجة يعني هذا التصويت اليوم شو قاله بتعتقد الناس اليوم من خلال هذا التصويت وكيف سيتم استثمار هذه النتيجة بالألفان وثلاثة عشر في الأيام المقبلة في الأسبوع المقبلة وفي عملية الخريطة السياسية دكتور جعجي صراحة الناس قالوا اللي قالوا والناس قالوا اللي قالوا باتجاه مش باتجاه آخر هلأ قضية استثمارة ما في لزوم حدا يستثمارها يعني النتيجة هي بتحكي عن حالة وهي بتماهد لانتخابات لألفان وثلاثة عشر بس خليني استفيد من هالفرصة مشان تأرجع أقول لكل لبناني إلى أنه ما بقى الصراع صراع سياسي بالمفهوم التأليدي للكلمة ما بقى الصراع صراع على أنه خمسة أروج بالطالع على الضريبة أو خمسة أروج بالنازل فعلا فعلا الصراع حول وجه لبنان المستقبل حول بقاءه كله سوا على بعضه يعني بما يكون أنه لبنان كيام مثل ما بدنا ياه مثل ما منحلم فيه يكون في دولة قوية عم ترعى هالكيام عم ترسم له السياسات الخارجية يلي هو خيار 14 دار وبما يكون لبنان الدولي ما تخزني وما حدا يخزني بالكلمة مخصية فيه لحساب دولي أخرى موجودة مربوطة باستراتيجيات أخرى من خارج الحدود لأسباب وأهداف أخرى يمكن تكون سامية بس ما إلا علاقة بمصالح الشعب اللبناني الصراع الفعلي اللي عم بدور بالوقت الحاضر هو بها الحجم بالذات والشغلي كمان مش بس على المستوى استراتيجي كل شيء بالبلد من مشكلة الميومين تتلحق الوضع الاقتصادي تتلحق الوضع المعيشي والوضع المالي كله بقى متعلق بهالصراع بالذات هذا الصراع ما له نتائج استراتيجية بس لا له نتائج استراتيجية واقتصادية ومعيشية وأمنية داخلية وتربوية إلى آخرية إلى آخرية إلى آخرية إلى آخرية من هون بدنا نحضر حالنا كلنا سوا لانتخابات عهل أساس بالألفين وثلتعاش لأنه من بعد انتخابات الألفين وثلتعاش من المفترض يبلش يصير فيه دولة فعلية في لبنان ماذا وإلا دكتور جعجة سمت هودو مين الزئيف هون هيدا هون هون هلأ طلعت النتيج النهائية نعم انترجت النتيج النهائية 12507 أصوات لفادي كرم 11262 للدكتور وليد عزار يعني بنقول مبروك للدكتور فادي كرم هلأ بشكل رسمي دكتور جعجة شو بك توصي لفادي كرم فادي كرم بدي وصيه كتير بس قبل بدي قيله للدكتور وليد عزار ولا بلحظة من اللحظات كانت معركة شخصية ضده ولا بلحظة من اللحظات كانت معركة ضد يلي هو بيمثلهم بالفعل كانت مواجهة سياسية بكل معنى الكلمة انطلاقا من نظرتنا للبنان أنا بيعتذر من يلي خسروا وبهنى يلي نجحوا على بما يتعلق بالدكتور فادي كرم بدي قيله ما ينبسط كتير لأنه هايدي راح ترتب على عاطقه طبعات كتير كبيرة إن كان على المستوى السياسي ولا على المستوى الانمائي بالكورة بالكورة نحن بحاجة لنهضة انمائية كتير كبيرة ما تنسى بالكورة بين سنة 1999 و2005 ضيانة 15 سنة بيرجع بين 2005 وال2010 شفت الأوضاع كيف كانت وصولا لهلا وبالتالي بده يحضر حاله إذا ألا راد طبعا مع دولة الرئيس فريد مكيري يلي بده يستفيد من هالفرصة تتوجه إليه بشكر كتير كبير على كل الجهود يلي عملها بالكورة أصلا من عشرات من السنوات وصولا لهالمعركة الانتخابية بالزيد راح يكون معنا بعد شوية دولتر رئيس مكيري دكتور جاجة في ميكل عم بيقول أنه حضرتك أردت من هذه المعركة إظهار حجمك قدام حلفائك قبل غيرون وتكبير حجم المعركة هو للإفادة عند حلفائك هل كان هذا الأمر محقا هذا كلام قاله سيمان فرنجي طبعا عاطفة سيمان فرنجي معروفة عطول أنا ما بدي فوت بياناتكم هلأ نعم لا 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 أنت لا لا ما بتعملها أسهل أعوذ بالله يعني ولا غريبة عنك هذه أبدا بس أتألك شغلة أنا بس مشينك مشين كل اللبنانيين وقت اللي من بعد ما خلي المركز بوفاة رفيقنا فريد حبيب وكمان هوني بدي أفتح ليلان توجه تحية كتير كبيرة لروح فريد حبيب يلي لو لا يمكن ما كنا عم نقدر نخود هاي المعركة اليوم بالكورة توجه تحية أكبر لعائلته صغيرة وتوجه تحية أكبر وأكبر لكسبة يلي بتعرف بمنطق ضياء عنها أنه كانت نيابي على أساس هالمقعد عندهم وصار بضيعة أخرى عزيزي هلأت كمان علينا بضيعة تاني وبالرغم من كل ذلك أهالي كسبة دال عندهم نفس الاندفاع وإذا بتطلع بنتيج كسبة كنت عم تباعها خصوصي أنا اليوم بتلاقي متطابقة تماما للنتيج للي عطيوله فريد حبيب ابن كسبة ولنقوله غاصل ابن كسبة سنة لألفين وتسعة إذا ما كانت أفضل بشوي كنت عم بقول لك من بعد ما خلي الموقع التقيت بدولة الرئيس مكيري وطلبت منه أن يروح يشوف رئيس بري ويقلوا لرئيس بري إنه يا دولة الرئيس هالمقعد هيدا قلنا وبعد في عشرة أشهر للانتخابات مع الكورانيين عطوله أربع سنين للقوات اللبنانية مزبوط ولا لا قال لي مزبوط قلت له بتمنى عليك تروح يشوف دولة الرئيس بري وتقلوا خلي يحكي مع الأخوان الآخرين ويقلوا هالحاكي ويقلوا خلينا نجرم الكورة هالمعركة نجنبهم هني ونجنب حالنا جهود كبيرة ومصاريف كبيرة ونجنب الدولة اللبنانية تحضر لها الانتخابات راح دولة الرئيس مكيري ونقل للرئيس بري هالحديث إلى آخره وما عاد نجح المسعة هيدا تقول يلي كان بده معركة بحيالها تمن تيفرجي حجم وما كان بيبلش من هالنقطة يلي بلشت أنا منها الحقيقة كل هالنظرية منا مزبوطة أنا بقول لك ما بخفيك كان عندي كتير اهتمام أنه مقعد فريد حبيب ما تخسروا القوات هيدا مقعد حطين حقه الدماء وعرق ودموع على مدى عشرات من السنين ونضال على مدى عشرات من السنين كان بعز علي كان بعز على كل القواتيين أنه هالمقعد منشيله ماهوشي وبيحادثي طبيعية مثل موت مثل ما صار مع فريد حبيب نقعد نخسره فمشان هيك جربت برك الفريق الآخر بيخذها بعين الاعتبار ما حبي يخذها بعين الاعتبار طرينا لأين حالنا بمعركة هلأ كمان بالمناسبة ما زال قصة نفرجي حجمنا قدام حلفائنا حلفائنا أكتر الناس يلي عارفين حجمنا بدون أرقام بدون انتخابات بدون استطلاعات رأيه العلاقة الموجودة بين دولة الرئيس سعد الحريري وبيني ويلي وصلت هلأ على مستوى كتير من كوادرنا أبعد بكتير بقى من قصة أحجام صراحة يلي عم بيجمعنا صار معاناة وحدة عم بيجمعنا هو نظرة وحدة للبنان يمكن لأول مرة بالتاريخ لبنان بيكون في فريقين من طائفتين مختلفتين من مناطق متعددة بيكون في فريقين بها الشكل هلأد بتجمعن النظرة للبنان هلأد بتجمعن النظرة للأمور وخير دليل على ذلك ما صار مؤخرا بما يتعلق حتى بمشكلة قد مشكلة الميومين وبالتالي رد مباشر على السؤال اللي سألتني إيه لا أساسة له من الصحة حبينا نخوض هالمعركة أو شيء حبينا بركب تمرق بدون معركة هذا مقعد لألنا لأن الكورانيين عطونا إيه سنة 2009 لحد سنة 2013 حبينا نحافظ عليه ما في شيء أكتر من هذا دكتور جاجع المسألة كمان بزايتك تحكي عن دولة الرئيس الحريري طبعا الصوت السني كان من الأصوات الأساسية المرجحة طبعا شو تعليقك على هذا العامل اللي له علاقة كمان بخريطة الانتخابات بأكتر من دائرة انتخابية بالمرحلة المقبلة هل بتعتقدها هيده نقطة ضعف أم نقطة قوة لا هيده مثل ما هي موجودة بكل المناطق مثل ما هي موجودة على كل الجهات يعني مثلا بالكورة كل العالم بيحكوا عن الصوت السني يلي هو واقع مظبوط نحن بنفتخر فيه مع الأخذ بعين الاعتبار مثلا أنه نسبة الأصوات يلي أخذناها عند الموارنة بالكورة على سبيل الحصر للميثال كانت تقريبا سبعين بالمية ونسبة الأصوات يلي أخذناها عند الأرثودوكس كانت تقريبا متعادلة بس برضو ما حدا بيحكي عن الصوت الشيعي والعالوي بالكورة يلي هو تقريبا تقريبا ألف صوت ألف صوت مع الأخذ بعين الاعتبار أنه الصوت الشيعي والعالوي بيأخذوا الفريق الآخر مش بنسبة تسعة وتسعين فاصل تسع وتسعين بالمية بيأخذوا بنسبة مية بالمية بينما نحن منيأخذ نسبة تقريبا سبعين بالمية من الصوت السني فأزن هالعامل موجود عند كل الفرقاء بكل المناطق يعني بالكلام اللي سبق الانتخابات يعني سمعنا من مرشح الحزب القصوري القومي الاجتماعي كلام حول الخوف من الأصوليات ما يجري في الشمال إلى أن جاء الكلام على لسان اليماد بشالعون وهو يتوجه بعكار طلعوا بعكار تعتقد يعني هذا الموضوع الموضوع العكاري ليش ملاعب اليوم بالانتخابات أم أنه يعني كيف كيف تلاقي هيدا المسألة بموضوع الصوت يعني التشبيه بمسألة عكار استاذ مرسيل هاي دي واحدة من الأمور يلي عم بيناعمل فيها غش كتير كبير يعني لك شو عم بيصير في مكان ما في خطر موجود عم بيضرب بكل ساعة وكل وقت أكبر دليل من سبعة أيار لكل محاولات الاغتيال اللي عم بتصير وصولة لمحاولة اغتيال الشيخ بطوس حرب مزبوط نعم هيدا ما حنا بيحكي عنه هلا في خطر تاني موجود في مكان ما بس في نقول بعده بشكل بشكل كتير كتير بداية هيك يعني بعض نمازج هون وهون وهون بس كتير بداية وبعض ما ضربوا ولا مطرح بياخدوا لك هالخطر بيحطوه مثلك أنه هيدا الخطر أنه بمعامة جسكول هيدا الخطر وهذاك الخطر ما أنا رأيي لازم ناخد كل شيء بعين الاعتبار أنا اللي شايفه لحد هلأ بعكار ولا بصيدة مثلا بصيدة كلام حق يراد به حق بطريقة خطأ ممكن بس لا يمنع أنه أنه حق بعكار إصار حادث خلينا ما نستهون فيه اليوم تصور معي أستاذ مرسيل لو هيكي بشكل أو بآخر ماري أتنين أخوارنا على حاجز بكسروين تحديدا لأنه وضع كسروين مشابه لوضع الكار هيكي ويقتلوا أكيد كنت بتعمل بكسروين هيكي ردود فاعل مختلفة حتى وصولا للنوع من الفوضى بس ما ناخدها هاي دي تنجي نجسدها ونقول أنه هاي إجت الأصولية وصارت الأصولية هون خي بس ما حدا يقل لي بعد لحد هلا إذا بتقل لي الفريق الآخر أنا أقول لك شو أعمل على القليلة عشرين اغتيال ومحاولة اغتيال من سنة 2005 إلى هلا بس حدا يقل لي هالأصولية عم بيحكوا فيها شو عملت بالفعل لحد هلا إلا الحكي مش معناتها أنه عم بنكر وجود بعض الخلايا هون وهون وهون بس تحت بعدها تحت السيطرة مية بالمية وتحت مراقبة الدولة مية بالمية مشان هيك أهل الكورة ما أخذ عليهم هاد التهديد أنه ما شايفين كمان هنه أنه شايفين شو اللي عم بيتهددون شايفين شو اللي عم بيتهدد ولدون ومستقبلون ما رح يروحوا على تهديد مش شايفينه بمقابل تهديد شايفينه عم بيلمسوه عم بيلمسوه نتائجه كل يوم دكتور جارج قبل اللحظات كان دكتور بول سالم عم بيحكي بمسألة قانون الانتخاب وقانون ومسألة الإصلاحات وموضوع النسبية وما أعرف إذا لحقت أنك تابع ولأن حضرتك كنت عم تتابع النتائج ولكن يعني خليني شوف يعني شو تصوركم تقريبا حول مسألة قانون الانتخاب لوين صرتوا رايحين يعني لجنة بكركي هل يعني توفقتوا مع سعد الحريري على استبعاد النسبية بشكل نهائي شو الخلاصة ولوين رايحين بقاءة تجيب موضوع قالوا الانتخاب كمان بدي أسمح لحالي أفتح هللان بس لأنه هالمناسبة هي هالمناسبة وأتوجه بشكر كبير لأحمد الحريري لأنه طلعوا وقعد ثلاثة أيام وراء بعضهم بالكورة تيشرف مباشرة على شغل المكانة الانتخابية لطيار المستقبل بالكورة هلأ بما يتعلق بأنه الانتخابات نحن عم نجري مناقشات فيه على عدة جبهات إذا صح التعبير من جهة داخل المجموعة المسيحية اللي عم نشتمن إحنا وياها هذا شي طبيعي من جهة تانية مع حلفين بطيار المستقبل وفيني قل لك قطعنا أشوات كبيرة وفيني قل لك يعني لكل لكل هيكل بيمنوا نفسهم بالأمال أنه ما حدا يمني نفسه بأي أمال بخلاف نحن وطيار المستقبل حول أنون الانتخابات من بعضنا صار في أناعة عنا وعن طيار المستقبل أنه أنون الستين مش هو الأنون الأفضل مشان لبنان بس من جهة تالتة مع فرقاء آخرين كمان وبالتالي في مساعة كتير مهمة على صعيد أنون الانتخابات نطرح أنون النسبية بس مشان صحة التمثيل بعض فيه أولين أفضل من أنون النسبية مش الوقت هلأ أنه نحكي فيها بس على سبيل المثال الحصر أنون الدوير الصغرى صغرى صغرى يعني فكل هذا مطروع على بساطة البحث بتأمل أنا خلال شهر نكون خالصين كل هالمشاورات وعلى دوء يعني رح نحط الدمراء العام النتائج بأكمله دكتور جعجة آخر سؤالين قبل ما أرجع للدكتور بول سالم يعني هل تريد من هذه المعركة أيضا تحقق بمفاصل تسمية المرشحين الثلاثة بالعام 2013 هذا منه منطق مش هيك بصير التصرف بين حلفاء ولا وردي عنا بهالشكل بدنا نقعد ندوس المعركة ونشوف شو أفضل المرشحين لربح معركة 2013 بدون كتير ما هيك يعني نفوتها بزواري بصغيرة وعلى دوء منختار المرشحين طبعنا طبعا من المعروف أنه دولة الرئيس مكيري له موقع مميز بالكورة طبعا من المعروف أنه القوات اللبنانية عندها الكتلة الناخبة الأكبر طبعا معروف وجود وحضور تيار المستقبل بالإضافة إلى طبعا اليسار الديمقراطي موجود وأحزاب الأحزاب الأخرى كمان بـ 14 أدار بعض الأحزاب الأخرى موجودة بدنا ناخد كله عن الاعتبار وعلى دوق نوصل لأفضل مرشحين لأفضل معركة لأفضل كورة لأفضل لبنان قبل شوية اتهموكم الحزب السوري القومي الاجتماعي بالمال السياسي وبإدخال يعني غير اللبنانيين على العملية الانتخابية تعليق يا استاذ مرسل هذا يعني هذا الحكي كل يوم نسمعه ونسمعه ونسمعه عم ندخل ميل غير لبناني على لبنان ما كل عالم يعرفين انه كل الحنفيات مسكرة بالوقت الحاضرة يعني ميسر على حدا وإذا نحن متهمين عم ندخل بس ايبتح هتفتح الحنفيات والله عم بسأل مثلي مثلك أنا بسأل ليش تنمزح حتى بالمنتديات الدولية والعربية وبكل بكل الأوساط الصحفية معروف انه الحنفيات لسبب أنا ما بعرف وشو هو مسكرة من برة بس بالأغاث نحن كأوية لبنانية ما بعملنا شغلنا انطلاقا من حنفيات نحن بحنفيات وبدون حنفيات شغالين بشكل مستمر بس رح أقول لك أكتر من هاي إذا هن متهمين أنه نحن عم نستعين بميل سياسي من الخارج الشغلية اللي مانا مزبوطة نحن نحن نش منتهمهم منقول عم بيستعينوا بالخارج كله سوا يعني ميلا وجسدا وروحا بيزفته وبنفته انتصارك بالكورة اليوم هل سيعطيك يعني هل سيبقي في يدك مسألة تشكيل لوائح كسروان المتن وجبيل كما يتردد دكتور جعجا لا أنا ما بمشي بتوصيفك أستاذ مرسيل هذا مش انتصار إليه هذا انتصار لأكترية الرأي العام بالكورة اللي هو اختار هاك يعني أنا شو ما بدي أعمل لو ما بدون هاك ما بيختاروا هاك تاني شي انتصار لأربعة عشر أدهار ككل كل أربعة عشر أدهار بدون بدون مستحب وكل العالم عارف كل أربعة عشر أدهار بقدة وقديدة كانت نزلي بها المعركة مثل ما كل ثماني أدهار بخلاف ما وشي بعض الأوقات بخلاف ما انطلع لي أنا ما بخفيك انه متكأنه لأ في بعض فرقات من يقدر يوقفي على جنب طلع ما حدا وقف على جنب وإذا بوقت من الأوقات يعني لمحوا انه وقفين على جنب كان من قبيل من قبيل مش الغش من قبيل المناورة مناورة الانتخابية يلي طبعا نحنا كفين شغلنا وكأنه شيئا لم يكن كمان بدي أفتح هلالين هون تقول مثل ما قلت لهم هيك اليوم بالكلمة يعني مثل ما هني كانوا عم بيقولوا انه هالمعركة مش معركة الحزب الأومي وحده اليوم بدي أقلهم كمان انه صراحة هالخسارة مش خسارة للحزب الأومي وحده خسارة لكل يلي من جهة أخرى من جهة أخرى القوات اللبنانية بالوقت الحاضر ما فيها تعمل شي لوحدة اللي فيها عمل شي هو 14 دار وثورة الأرز لأنه عبعدهم تشكلوا قوة حاسمة قادرة انه تربح انتخابات تشكل حكومة مثل ما لازم مش حكومة كالحكومات لا حكومة مثل ما لازم تقدر تنتشي البلد من مطرح ما هو مشين هيك يعني أنا بك تسمح لي ما قبل التوصيف اللي انت ترحته نكفي بكل تواضع مسيرتنا أهم شي نوصل للهدف مش نربح كأشخاص لأن نربحنا كأشخاص ما بيؤدي لمطرح دكتور سامير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية شكرا لك مبروك فوز فريق السياسي بهذه الانتخابات أهلا وسهلا فيك